بمشاركة 75 دار نشر انطلقت فعاليات دورة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولية للكتابة بما تضمنه من أحداث الإصدارات المصرية والعربية الفعاليات التي تتواصل حتى 28 من الشهر الجاري تتضمن برنامجا ثقافيا يجتمل على مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز مئة فعالية بين الندوات والمحاضرات وورش العمل بمشاركة 75 دار نشر انطلقت فعاليات دورة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولية للكتاب بما يتضمنه من أحداث الإصدارات المصرية والعربية الفعاليات التي تتواصل حتى 28 من الشهر الجاري تتضمن برنامجا ثقافيا متكاملا يقدم وجبة ثقافية كبيرة تشمل مجموعة من الفعاليات تتجاوز مئة فعالية بين الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات وتتنوع في محاورها بين التاريخ والأدب والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والدراما المصرية والكتابة بكل فنونها والإعلام والشباب والمرأة والطفل والعلاقات المصرية الثقافية والنشرة معرض رائع بدور العرض الموجودة وده حياء للثقافة الموجودة داخل الأسكندرية والعجيال الجديدة العجيال المثقفة هي التي تقدر تبني وهي التي تقدر تفهم وهي التي تقدر تعي معنى كلمة الأوطان وبناء الأوطان وهي التي تساهم في هذا ودائما الطبقة الوسطى هي الطبقة المثقفة الوعية وهي الحافظة للدولية فنشر الثقافة ده جزء واصيل من دور الدولة وبهني وزير الثقافة على دوره ووجوده النهاردة وبهنيه على منصبه ووجوده معنا النهاردة حياء لهذا الدور وجامعة اسكندرية وجودها مع كتابة اسكندرية نقع الدور ده بشكل جيد نتكمل مع بعض داخل الأسكندرية ده حياء هذا الدور وهذا الدور الثقافي الهام وتسعى إدارة الدورة التسعة عشر من المعرض على مشاركة فعالة وقوية لمبدأي الأسكندرية في برنامجها الثقافية بما لهم من تواجد مؤثر في الساحتين المصرية والعربية وذلك من خلال مجموعة من ندوات التفاعلية تحت عنوان للإبداع السكندرية وجوه كثيرة حيث دشن المنظمون جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة خلال الفعاليات إحنا دايما بنتواجد في المعرض هنا عشان نغطي احتياجات المجالات المختلفة خاصة المجالات العلمية زي مثلا بفضل ربنا عندنا العلوم التجارية عندنا الحاسب الآلي عندنا الهندسة عندنا الكمبيوتر عندنا العلوم الطبية بكامل أنواعها وعندنا الجزء بتاع الأطفال والجزء بتاع اللغة والتنمية البشرية بفضل ربنا كل المجالات متوفرة عندنا واهتماما منها بالنشأ الجديد خصصت إدارة الفعاليات جناحا للطفل يضم أكثر من عشر دور نشر متخصصة في كتب الأطفال وخصص كذلك جناح لسور الأسبكية والذي تعرض فيه الكتب القديمة والنادرة